تجزئة الزكاة إذا كانت تقديمة فلا بأس مثل أن يكون حوله يتنفي رمضان وبدأ يزكي من جمادع فهذا لا بأس لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة أما في التأخير فلا يجوز يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقصطه لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة إلا أنه يعفى عن عشر أيام شهر نصف شهر وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقر عنده قليلون ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس يعني هذا لمصلحت المعظم نعم ترجمة نانسي قنقر